حمد بن جاسم وقلت أن قمة الدوحة خارج إطار الجامعة العربية وأن قمة الكويت هي قمة عربية متكاملة عمر موسى قلت لك فيه عليه ضغوط كثيرة كانت في ذاك الوقت وكان وضعه مش ولابد لأنه شعبيته يعني تذكر يعني هو طار بسبب أغنية شعبان عبد الرحيم لما قال باكره إسرائيل وأحب عمر موسى أو شيء من هالنوع فطار من منصبة بسبب ثقل عمر موسى في ذاك الوقت هو يعرف وأنا أعرف أنه ما كان عنده مانع لعقد القمة ولكن كانت الضغوط رهيبة عليه وهو ما لقى أي مبرر أنا أتفق أن القمة كانت قريبة وكان عندنا نقاشات كثيرة أنه إحنا ما عندنا مانع بس هذا ما في وجهة نوبة مع الشيخ إنه ناخذ ثماني واربعين ساعة قبل القمة لا لا بقول لك إحنا قدمنا اقتراح أنه نعمل قبل القمة قبل بيوم في الدوحة أو في الكويت بس قمة مفصولة وتسمى قمة قزة جاءنا الرد نيجاتيف غير موافقين إحنا ما أصرينا تكون في الدوحة إلا لما جاءنا رفض تماما ترجمة نانسي قنقر